بحث وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طهر سيالة في العاصمة طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة آخر المسجدات السياسية في ليبيا وناقش الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية في البلاد وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أحمد عمر الإربيد في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية إن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طهر سيالة التقى الاثنين بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية استيفاني ويليامز وأضاف الإربيد أن المجتمعين ناقشوا أثناء اللقاء آخر المسجدات السياسية في ليبيا وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات القادمة للدفع قدما بالعملية السياسية واتفقت الأطراف الليبية في مؤتمر باريس في مايو الماضي على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العاشر من ديسمبر المقبل على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية تمهيدا لتلك الانتخابات وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة غسان سلامة إلى التواصل لحل سياسي يخرج البلاد من أزماتها بالتعاون مع الأطراف الليبية والدولية والأممية وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية والمصادقة على دستور جديد فيما تعرقل أطراف ليبية وإقليمية هذا المسعى وتعاني ليبيا من السادس عشر من مايو 2014 من انقسام سياسي حاد قاده اللواء المتقعد خليفة حفتر وأدى لتفكيك مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من حكومة وجيش عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطن المعترف بها دوليا والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان ترجمة نانسي قنقر